تم حفظ الأغذية فرضاً بطرق مختلفة نتذكر مثلاً إذا أنا بدي أعمل عملية يعني refrigeration للفود في بعض الحالات اللي ممكن يتم حفظ هاي الأغذية لفترة زمنية بس يبلش في عنا تغير في طبيعة هذه الأغذية فنبلش نتخلص منها لأنه صار في عنا بعض التغيرات كان في نمو قليل لبعض المايكرو أورغنزمز وبلشت تزيد بأعدادها وبالتالي تغير في طبيعة هاي الفود برودكت طيب شو اللي بيخلي هاي المايكرو أورغنزم تنمو في داخل درجات حرارة منخفضة زي درجة حرارة التلاجة أو غيرها من درجات الحرارة لما حكينا عن كيف كيف هي بتقدر تتحمل تعيش في أكستريم في درجات حرارة عالية جدا صعب أنه نتحملها وصعب أنه كهيومن بيينجز أنه نعيش خلاله فهذا كله رح نتعلمه من خلال هذا الشابتر طيب إذا بدي أحكي على البداية شو هي requirements for growth عشان يا أحمد أحكي أنه هاي البكتيريا أو هذا المايكرو أورغنزم are able to grow فلازم أوفر له أو لازم تتوفر إلى الظروف المناسبة لما حكينا عن الجاي وجود fresh water وجود salt water كل هاي الشغلات رح يكون لها أثرها على نمو هاي الأنواع من المايكرو أورغنزم فكله هاد رح يتم تقسيمه بناء على requirements رح نحكي أول شي بالنسبة temperature ال pH رح نحكي عن solutes لازم تلك pressure اللي ذكرنا في المحاضرات الماضية وبعدها رح نروح نشوف شو في عندنا elements الخلايا البكتيرية والمايكرو أورغنزم الجنرال بحاجة لإلها حتى تعمل عمليات ال growth الخاصة فيها تفضلي يا غادة كنت يرفع يدك لا بس كنت بالضحكي نوردك ورمتز اللي هون رح نتعرف عليها رح نقسم لقسمين عندنا 100% ممتاز إذن رح نبلش زي ما حكت غادة بtwo types أو two categories من requirements منبلش بالphysical requirements رح نروح بعدها على chemical requirements ما هي المتطلبات اللي نحكي إنه فعلا بهاي الأجواء توفرت الظروف المناسبة والملائمة لنمو هذا النوع من المايكرو أورغنزم بدي أحكي على درجات الحرارة اللي هي بتكون موجودة فيها هاي المايكرو أورغنزم بدي أحكي على درجات البيتش درجات الحموضة بدي أحكي على قديش درجة الملوح اللازم تكون في الأوساط اللي بتعيش فيها هاي المايكرو أورغنزم نروح بعدها على chemical requirements نتذكر حاجة المايكرو أورغنزم لأورغنزم أورغنزم 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 عمليات الفوتو سنتزز عمليات إنتاج الـ ATB عمليات إنتاج نيوكليك أسد عمليات إنتاج البروتينات كله هذا بيكون within chemical requirements هي بحاجة الأكسجين تعمل عمل بحاجة لtrace elements بحاجة لgrowth factors كله هذا رح نوضحه من خلال هذا الشابتر بداية يا غادة والحكي للجميع بدي أشتغل على درجات الحرارة مالي إحنا بنعرف إنه معظم المايكرو أورغنزم خاصة يا عداء الأورغنزم اللي ممكن تعملنا human diseases أكيد هي لازم تكون درجات الحرارة المناسبة والملائمة لإلها هي درجات الحرارة اللي إحنا قادرين نعيش فيها أو اللي هي موجودة في داخل أجسامنا ولكن بعض الأنواع ممكن تكون على عكس الظاهر وعلى عكس ما إحنا والأيوكاريوتك أورغنزم كان سر ضايف ممكن إنها تعيش في زروف هي ما نسميها extreme خليني نحكي environment خليني حكي variation في البكتيريال والمايكرو أورغنزم طيبس فهذا بيختلف فيه من نوع لنوع تاني البكتيريال عشان يعمل الغراث الخاص فيه بطارية أفضل أكيد لازم تتوفر إلو الظروف المثالية المحببة إلو اللي يمزم ها optimum growth temperature بلشت فيها لأنه هي المفتاح لباقي temperature rates أو ranges إذا كانت هاي الدرجات الحرارة متوفرة بlimits بتحددها المايكرو أورغنزم وهاي optimum growth تختلف من نوع مايكرو أورغنزم لتاني فرح يكون عندنا optimum growth rate لهاي المايكرو أورغنزم رح ألاحظ يا غادئ أن أعداد هاي المايكرو أورغنزم الخلايا اللي بتتكون منها في أقصى قدرتها وطاقتها بينما إذا أنا بحكي على minimum growth temperature لاحظت أنه تواجدت في أجواء انخفضت فيها درجات الحرارة فهي استل قادر إنها تنمو ولكن growth rate تبعها ما رح يكون ب خلا نحكي المثالية اللي كانت فيها في growth temperature اللازم لإلها وإذا أنا أبدأ حكي إنه ارتفع الدرجات الحرارة لحد معين هي بتحدده بالضبط ما رح يكون هذا هو المثال لإلها وما رح يكون عندها سرعة وخلا نحكي كفاءة وطاقة وإمكانيات أكبر في إنتاج هاي الخلايا وفي الgrowth ولكن still he can't grow can't growth is possible يعني في عنا growth ولكن ممكن يكون بأقل إمكانيات وقدرات وخلا نحكي favorite conditions بدك تضيف إيش في غادة ولا نفس اللي حكي اللي حكي أنا نفس اللي حكيت تمام طيب هذا بالنسبة لل temperature بالنسبة للنفس المايكرو organism صنفت له أنواع الرanges للtemperature اللي بعيش فيهم لهذول التلات categories طيب نيجي المايكرو organisms أنا ممكن أقسم المايكرو organisms بناء على درجات الحرارة الأوبتيمال أو درجات الحرارة اللي بتحب تعيش فيها لأكتر منهم دائما شايفين عندنا sacrophile mesophile thermophile كلمة phile اللي هو loving محب إذا بحكي على sacrophile فهو محب للدرجات الحرارة المنخفضة cold loving إذا بحكي على mesophile فهو محب لدرجات الحرارة المدريت اللي هي قريبة على درجة حرارة جسمنا ل37 plus minus على أساس هاي الأنواع اللي هي most types من المايكرو 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 البيت اللي بتكون باثوجينيك بتعمل مشاكل اللي عندها دولة البيت بتعمل أمراض diseases thermophil اللي هي حكي نال محبة لدرجات الحرارة العالية في عندنا مايكرو ارجنزمز فعلا قادر إنها تعيش في درجات حرارة مرتفعة على هات الحد فعلا في عندنا مايكرو ارجنزم بتفضل تعيش في درجات حرارة مرتفعة على درجات حرارة متوسطة لاحظوا هذا الفئر ما بدنا إياكم تحفظوه بس بديكم تفهموا الفكرة منه إنه في عندي كل نوع من هاي المايكرو ارجنزم في رينجز إلها من درجات الحرارة اللي بتقدر تعيش فيها من أول درجة لآخر درجة هي قادرة تعمل الكروث ولكن لاحظوا عمل إياها ويفز إنه في عنا الريت وفكروث طلع قديش سرعة النمو تبعها درجات الحرارة المينيمم ودرجات الحرارة الماكسيمم بيكون عنا اللو جروث ريت ولكن الابتيمال جروث والبيك تبعها بيكون على درجة الحرارة اللي هي الابتيمال اللي بتكون موجودة في الوسط بينات دولة درجتين المينيمم والابتيمم ما بديكم بتحفظوا بس بديكم تعرفوا الترتيب إذا بحكي على ساكروفايل فبحكي على درجات حرارة منخفضة لدرجات حرارة مقبولة والنص تبعها والابتيمال اللي هو تقريب الـ 15 أو الـ 10 إذا بحكي على ساكروترو بلشت من الصفر وراحت 20 أو 30 إذا بحكي على ميزو فايل من 10 إلى 50 والابتيمال إلها 37 تقريبا بتحكي على ثير فايل من 40 إلى تقريبا 73 أو هيك إشي برضو الابتيمال تبعها اللي هي تقريبا 55 56 هايبر تيرموفايل درجات حرارة لاحظوا كتير عالية توصل درجة الغليان ممكن هي درجة الحرارة الابتيمال إلها عشان تعمل طيب نيجي نحكي عنهم واحدة ووحدة ونفهم شو فكرة هاي المايكرو أورغنزم وليش هي موجودة بهاي الطريقة وبهاي الأعداد وبهاي الظروف بتنمو فيها نيجي بداية ل المايكرو أورغنزم اللي بتعيش على درجة حرارة صفر حكينا أنه فيه عنا نوع عين اللي عنا الساكروفايل والساكروتروف لاحظوا في البرق في الگراف في الشكل هون حكينا تنين بمروا الصفر من بناتهم لاحظوا دولا التو ويفز اللي باللون الأزرق هلو الساكروفايل هي بتقدر تنمو على سفر درجة سليزيوس ولكن الأوبتيمل تبعتها هي خمستاش تمام بهكينا بشكل أساسي هاي الأنواع بما إنها قريبة درجة الحرارة تبعتها على درجة حرارة الريفريجريتر أو في غالبا الطرق اللي منعمل بريزيرفاشن للفود ممكن تكون وذن هاي رينجز من التمبرتشر فهاي الأنواع ممكن هي تشارك في عملية الدمج أو الغراث within الفود البرودكت اللي بريزيرف في أي من عمليات البرزيرفاشن مية في المية فالساكروفتروف هي بتبلش من درجة السفر بتروح لدرجات حرارة أعلى من 15 و20 ممكن تعمل غالبا هي النوع البكتيريا ومايكرو أورغنزم اللي بنسميها اللي بتنمو في درجات حرارة ومنخفضة وبتعمل أو بتسبب تعفن أو تلف في المصادر الغذائية بتعيش غالبا بشكل أفضل إليها في درجة حرارة التلاج فبالتالي هذا اللي بيفسر ليش مرات كتير ممكن إحنا ما نكون حاطين الأكل في التلاج إلى كم يوم لاحظ إنه بلش يصير في تغير في لون وريحة وقوام هذا الفود ونتيجة لنمو وهي الأنواع من البكتيريا طب عشان نفهم هذا الحكي بطريقة أوضح بدي هاد الفقر ناشي إياها مش يعني للبصم ومش مطلوب منكم مش رح نجيب لكم ثيرموستاتوميتر مش رح نيجي نحكي لكم هاي الريجن هل في بصير فيها كروت ولا ما بصير بس إياها تفهموها بطريقة منطقية هنا بغض النظر إنه إحنا بنحكي عن بعض الأنواع البكتيرية اللي هي ثيرموفايل ساكروتروف ساكروفايل غالبا صح إنه هاي الأنواع موجودة في هاي الدرجات الحرارة بس إذا أنا بدأ حكي على المنطقي والمايكرو أورغانيزمز اللي بتكون موجودة بشكل فعلي في درجات الحرارة اللي بتكون فعلا available around us إذا بدأ حكي على درجات حرارة اللي هي درجة حرارة الفريزر وأقل بحكينا غالبا ما بيكون فيه significant growth below freezing إذا كل ما مننزل لدرجات حرارة أعلى عمليات خلاني حكي السبويلج للفود بتكون بإحتمالية أقل لإنه قليل ملاقي مايكرو أورغانيزم قادر يعيش في بيئة الفريزر أو في درجات حرارة منخفضة لهذا الحد لما نروح على درجة حرارة اللي هي ما بين الصفر وال والخمسة اللي هي درجة حرارة التلاجي هنا آية آية فبالتالي ريفريجريتر تمبريتشر ممكن تسمح لبعض خلاني حكي المايكرو أورغانيزمز تعمل خاصة للسفويلش بكتيريا فبري فيو باثوجينز ممكن يكونوا موجودين فعشان هيك هذا بيفسر ليش ممكن إحنا خلال أول أسبوع ما نلاقي إنه في تغيرات ثاني أسبوع نبلش نلاحظ فروقات فهي بتنمو بطريقة بطيئة بالتالي عدادها بتكون قليلة كتير فبالتالي هذا بحاجة لوقت أطول حتى نلاحظ التأثير تبع هاي البكتيريا إذا أنا أبدأ أحكي على درجات حرارة بتوصل لعشرة وخمستاش معظم أو يعني في عنا نسبة منيحة من البكتيريا ممكن تعيش في هاي درجات الحرارة ممكن بيقرو قريبة على فكرة حكينا الساكرو تروف كيف هي ممكن في درجات هاي الحرارة تعمل وتعمل عمليات تكون إلها أثر على الخلايا إذا نروح درجات الحرارة اللي هي ما بين العشرين لخمسين فبحكي على رابد كروف بكتيريا اللي هي درجات الحرارة الأبتمال لمعظم المايكرو أورغانيزمز اللي ممكن ساعتها تتنشط خلال كروف تباحها تنتج توكسنز فبالتالي بتكون الماست تايبز اللي هي من الباثوجينيك مايكرو أورغانيزمز واللي ممكن سبب ديزيز للهيومن كل ما رحنا على درجات حرارة أعلى بيصير عنا شبيه باللي بيصير في درجات الحرارة المنخفضة بتصير الكروف ريت مور سلاور بيكون في عنا عدد قليل من المايكرو أورغانيزم بيصير لها كروف بيصير عنا احتمالية الدمج نتيجة لتعرض هاي درجات لهاي درجات الحرارة بيكون أعلى وبرغم من إنه في بعض الحالات لما أحكي على بيحكي لنا إنه إنه بتكون بحاجة لوقت أطول مقارنة ب اللي بتعمل دمج لهاي الخلايا بطريقة أسرع يعني بوقت أو فترة زمنية أقصر فهاي الرسمة ما بدي إياكم بس بدي إياكم بمنطقية درجات الحرارة وتربطوها بالجروف ريت ليش بيها اللي عملنا بهذا البرغراف أو بهذا العفوال الگراف بس بدي إياكم تفهموا الفكرة الأساسية وين تب يكون عنا الموص دينجورس خلا نحكي تنبرتش ليفلز اللي ممكن تعمل الديزيز عند هدولا البيشنس بتفضلي يا غادة بس كنت بدي أحكي إنه كل ما زادت درجة الحرارة راح تزيد فرصة تدمير البكتيريا فبالتالي بتكون فرصة إنه الإشي تعفن أو تلا مية في المية عشان هيك إحنا بس نحضر الأكل من عرضه لدرجات حرارة في حال كان عملية تنظيف هاي المواد الغذائية قبل استهلاكها ما كان كافي عمليات رفع درجات الحرارة خلال عملية الطهية ممكن تساعد في إنها تقلل من كميات من أعداد من وجود هاي المايكرو أورغانيزم في داخل هاي الفود ممتاز الصورة هاي أو هذا الفكر بدش إياكم كتير تركزوا عليه بس بدي إياكم تفهم الفكرة إنه في كتير من العوامل اللي بتداخل مع عمليات الغروث والتمبريتشرز الأوبتي ملا المايكرو أورغانيزم معنا اللي هي البكتيريا إذا بتذكر البسلوس اللي ذكرناها من قبل من حيث الشكل من حيث الأرينجمنت حكينا كمان عنها في السبور سبوريوليشن أو السبور فورميشن هي واحدة من الجين من البكتيريا في جين البسلوس اللي يعني المقدر على إنتاج السبور هون بس بدي يقارن من حيث أنه أنا عندي كميتين مختلفتين من الرز أو من هاي المادة الغذائية اللي ممكن يكون تكون هاي المادة هي كنتمينيت بي هاي ببعض الخلايا من هاي البكتيريا في حال إحنا خلال عملية الطهية آية رفعنا درجة الحرار لـ 80 ولمية ولا غيرها بلشنا بدنا نبرد الأكل ما نوك الروز هذا نستخدم فعملية تبريد والعملية الكولينج هون تختلف باختلاف كمية هاي الفود برودكت فلاحظوا هون بأكيدنا أنه في البان رايس رايس with ديبث خمسة سنتيمتر الكمية القليلة لما عملنا لها كولينج الكول through the incubation temperature range of باصلة سيروس هذا الباصلة السيروس الrange تبع بيكون ما بين تقريبا العشرين لأربعين أو عشرين لخمسين فلاحظوا بحكي لنا أنه الكول through the incubation temperature in about one hour يعني بكل سهولة بكل سرعة كان في عنا نزول لدرجة الحرارة طلع كيف الكير في عامل من 80 حتى وصل تقريبا 25 أو هذا الحد من درجات الحرارة أو حتى 15 درجة سيليسيوس كان بحاجة لone تقريبا أور فبكل سهولة وسرعة لأنه كانت عنا هاي الباصلة استعمل عمليات replication خلال نزول درجات الحرارة الأبتمال temperature لإلها وبالتالي صار يزيد أعدادها مع الكمية القليلة فبالتالي ساهم هذا في خلينا نحكي وصول درجة الحرارة لدرجة المناسبة لنمول بس بشكل سريع بينما إذا بحكي على البان الثاني اللي فيها الدبث 15 سنتيمتر هي ريمين في هاي temperature range for about 5 أو ورزلت محافظة على هاي الدرجات الحرارة اللي تتراوح بين اللي هي optimal temperature للباسلس شيروس خلال 5 ساعات حتى تعطي مجال الكمية الكبيرة من هذا الريس إنه يساعد في عملية تزويد هاي البكتيريا بالكاربو بالكاربو هيدريت والماء اللي بتحتاجه حتى تعمل عمليات الريبليكيشن الكافية حتى بالنهاية نوصل لعملية سبوليج لهذا هاي الأنواع من الكاربو هيدريت ريتش فود فإذا اللي بدياكم من هاي الصورة تفهموا إنه في عنا تناسب ما بين كمية هاي المصادر الغذائية والوقت اللازم حتى أعمل كولينج حتى أوصل لدرجة الحرارة المناسبة لنمو هاي المايكرو أرجنزمز اللي بتعمل ودس بويلج طيب زي ما حكينا على الساكروفايل والساكروترو في عنا اش من سميه ميزوفايل اتفقنا ان الميزوفايل هي بتحتاج لمدرة تمبريتشور الأوبتيمم تبعيتها بتكون ما بين 25 لأربعين والأوبتيمم التمبريتشور لهاي لكتير من الباثوجينيك بكتيريا من هذا النوع هي 37 درجة حرارة الجسم اللي راح تسبب الدزيز للهيومن او تعمل إذا نحكي على فوضي برودكتس فتعمل سبويلج لهاي الفوضي برودكتس بينما إذا بحكي على ثيرموفايل وهايبر ثيرموفايل لاحظوا فيها درجات حرارة خيالية وعالية كتير ما بين 50 إلى 60 لثيرموفايل فهي تتواجد في الهوت سبرينج في مناطق اللي هي قريبة على خط الاستواء فرضا اللي فيها درجات الحرارة كتير عالية وإذا بحكي على احنا بنسمع عن السماد اللي بيستخدموه لكتير من المحاصيل للتربة للأشجار بتكون نتيجة لا احتواءها على كميات وفيرة من الكيميكالز فبتكون بدرجات حرارة عالية بتم تحضيرها فغالبا الثيرموفيلي كبكتيريا أو مايكرو أرغنزم بتحب تتواجد في هاي السايت بالإضافة للهارب هي أكيد بتكون موجودة في درجات حرارة لسه أعلى بكتير قريبة على درجات الغليان 80 فما بوق تمام هذا بالنسبي للتمبرتشر قسمناها من حيث الأبتمال والمينمم والماكسيمم تنبريتشر قسمناهم حسب حاجتهم ل درجات الحرارة اللي بتفضل إنها تعيش فيها لساكروفايل لميزوفايل ولثيرموفايل يا مجد وحكينا من حيث كمان كل واحدة فيهم قداش درجات الحرارة المناسبة لإلهام طب نروح على البيئتش اللي هي درجة الحموضة قديش هاي المايكرو أرغنزم تقدر تعيش في أوساط حمضية غالبا إذا أنا بدأ حكي على داخل هاي الخلية إنترا سيلر خلا نحكي كونديشنز أو انفايرومنت المفروض إنه تكون جواتها نيوترال يكون ما في عندنا أسيدتي أو الكالي أو بيسك خلا نحكي سايتو بلازم جوات هاي الخلايا ولكن بنشتغل على الاكستيرنل أو الاكسترا سيلر بيئتش إذا أنا بحكي على بكتيريا هي بتفضل تعيش في وسط نيوتروفايل يعني في درجات درجات البيئتش من ستة ونص لسبعة ونص بعض المايكرو أورغانزم زي الفنجاي بفضل يعيش في درجات خلا نحكي حموضة نسبيا هي قريبة على الأسيدك بين الخمس إلى ستة فإذا نبطلق على هاي المسميات إما نيوتروفايل اللي هي درجات حرارة قريبة على درجة سبعة اللي هي المتعادل أو أسيدوفايل اللي هي بتفضل تعيش أوبتيمالي بين السفر والخمس ونص اللي هي هاي خلينا نحكي لنا أسيدك إنفايرومنت وإذا بدي أحكي على الكاليفايل والألكاليفايل اللي هي بتنمو في درجات بيئتش توصل بين الثمانية ونص للإحداش ونص فلاحظوا قديش الاختلافات وقديش في تباين بين انواع المايكرو أورغانزم عن بعض البعض إذن هذا بالنسبة للبيئتش واضحة البيئتش يا جماعة في حد عنده أي سؤال عليها تمام بالنسبة للأزموت بريشر بالنسبة لدرجات الملوحة سبق وشرحناها في المحاضرة الماضية لما حكينا عن البلازم مبرين عن الأسموسز بيحكي لنا إنه غالبا لما أنا بدأ أحكي على إيش بنسمي بكتيريا بتحب تعيش في المفروض داخل الخلية يا لانا يكون عندنا نسبة الملوحة وكمية الووتر نفس خارج الخلية غالبا لما أحكي يكون نسبة الأملاح والأني سي 85% في المية هي رح تكون هاي النسبة المقبولة من الأملاح اللي بتتشابع وهذا تكافأ مع نسبة الأملاح داخل الخلية وبالتالي رح تصير عندنا حركة الووتر من داخل لخارج الخلية يساوي ويكافأ دخول الوية من خارج الخلية لداخلها هذا هذا بالنسبة للحال الطبيعية في حال اتعرضت الخلية الهايبر تونيك سيليوشن كان الوسط الموجود هي فيه ارتفعت نسبة الأني سي ألف لتقريبا 10% فرح يصير في عنا فروقات ما بين داخل وخارج الخلية كمية الووتر رح تصير في الداخل أكتر من الخارج رح تصير تطلع المية من جوة لبر في المحاضرات الماضية فهذا رح يعمل فالخلية هنا بتوقف لقراث تبعها وبصير في عنا مشخاكل في تركيبة هذه الخلايا هذا بالنسبة للحال الطبيعية اللي هي الخلايا اللي بتعيش في خلينا نحكي في وسط نسبة الملوحة تبعها وتساوي نسبة الملوحة خارجها فهي رح تتأثر بأي تغير في نسب الأملاح بينما إذا أنا بحكي عن بعض الإكسبشنز أو بعض المايكرو أرغانيزمز اللي هي بحاجة لدرجات ملوحة عالية وإزمتك بريشر فبحكي إما على هالو فايل هالو فايل هي بتعيش بشكل أبتيمل في درجات خلينا نحكي ملوحة عالية ممكن تتجاوز الآن يسيئة اللاحظ من 85% ممكن توصل ل3% وأكتر بعضها بيكون إكستريم أوبلياتها لفايل يعني ما بيقدر يعيش إلا إذا كانت نسبة الأملاح حواليه عالية بهاي إزمتك بريشر يعني توصل لـ 30% نسبة الـ NACL بعضها فاكلتاتف يعني مش بيحاجة لـ ولكن كان موجود نسبة من الأملاح تصل إلى 2% أو في بعض الحالات 15% فهي بتتأقلم بتقدر تتعايش مع هاي الزيادة من الأملاح واضحة الفكرة من الأزمتك بريشر مين يعد ليها معينتوا يا جماعة مركزين أموركم تمام وكان رسمي أول شي إن سلء الآيشتونك أن نسبة الأملاح داخل وخارج الخلية رح تكون متساوي بينما لما تكون هايبرتونك بتكون خارج الخلية أعلى من داخل المتصار سمم طب أحمد تكملنا الحكي اللي بتحكي غادة شو رؤياك أحكي عن أزمتك بريشر مية في المية بديك تحكي لي عن أو الأنواع اللي هي من الخلايا من اللي ممكن تكون بحاجة أو خلا نحكي أزمتك بريشر أول نوع بدنا نحكي فيه اللي هو الهالو فايلز هذا التركيز الملح تكون في أكثر من 2 في العشرة والنوع الثاني اللي هو الهالو فايلز هذا النوع بيكون أكثر من 2 يعني هذا النوع بيعيش بس إذا في ملح وفي الفاكلتاتف هالو فايلز هذا النوع مش شرط تركيز الملح يكون فيه عالي بس لو فيه ملح عالي بيعيش بدون مشاكل عادة ممتاز تم ممتاز سلم إيداكم هذا إذن بالنسبة لل physical requirements حتى تعمل هاي البكتيريا وهاي المايكرو организم الخاص فيها طيب إذا بدأ أحكي على chemical requirements شو هي المينيرالز الإليمنت الموليكيول اللي هي بحاجة لإلهم حتى تعمل عمليات الخاصة فيهم نحكي على كاربون وإحنا دايما نسمع أنه أو مرأ معنا في أول شابتر حكينا عن البكتيريا وقدرتها على إنها تستغل organic compound organic وتعمل عمليات photosynthesis فهذا منترجم وفي هذا الحكي هون إنه كاربون هو من المص important requirements for microbial growth بتشكل أو يعتبر الكاربون هو من structural backbone لتكوين الorganic molecules اللي ممكن تحتاجهم هاي الخلايا البكتيرية حتى تحصل على الكاربون من خلالهم البكتيريا خلان نحكي أو microorganism تقسم من حيث خلان نحكي استغلالها للموارد حواليها اللي ممكن تكون غنية بالكاربون لكيمو هتيروتروف وكيمو اوتوتروف وفتو اوتوتروف الكيمو هتيروتروف هي مميزة بإنها تحصل على الكاربون من الorganic molecules اللازمة لإنتاج الATP الخاصة فيها لازمة القيام بعمليات الحيوية لعمليات الريبليكيشن تبعتها كل هاي الأمور إذا بدأ أحكي على كيمو اوتوتروف هي تعتمد على نفسها تستغل الSimple Compounds عشان تنتج أو تعمل عمليات الفوتوسينثيس تبعتها فاي بتروح على الكاربون اللي موجود في الكاربون ديوكسايد اللي موجود في الأتموسفير تستغل وتستعمل عمليات فكسيشن تذكر الكاربوكسيسوم اللي كان الانكلوجين كأنزايم بعمل في عمليات الفكسيشن للكاربون ديوكسايد فبرضو هاي تعتمد على هاي الستركترز بينما الكيمو هتيروتروفية بالضرورة لازم يكون في عنا أورغانيك موليكلز عشان تنتج الانيرجي هاد بالنسبة للكاربون نايتروجين نايتروجين بدخل في تركيبة كتير من الستركترز اللي احنا بيحاجل لهم سي البروتينات الدياني الادولسفين تريفوسفيت الاتب فإذا النايتروجين كمان هو من الكمبون أو من الكيميكال المهم لحياة هاي الخلائي البكتيرية أو المايكرو أرجنزم كيف ممكن تحصل البكتيريا على النايتروجين إما بتروح على البروتينات اللي موجودة في الانفيرومنت حواليها وبتفكفكهم هادول بتعملهم بديكم بتطلع الامينو من السلسلة البوليبيوتايد و بنعرف إنه الامين أسست في تركيب تفيع وجود للنايتروجين بعضها ممكن تستخدم بعض الكيميكال بعض الموليكل زي الأمونيوم زي الـ NH4 زي الـ NO3 على أساس إنها من الورغانيك ماتيري على أساس إنها تستقلص منه النايتروجين تستخدم في إنتاج البروتينات أو الديانية أو الـ ATP قليل أو نسبة قليلة من البكتيريا ممكن تستغل النايتروجين موجود في الغاز في الأتموسفير على أساس تعمل عمليات النايتروجين وتكون الأمونيوم وغيرها من الكمباون اللي ممكن تحتاجهم تستخلص منهم اللي تستغله في عمليات إنتاج البروتين والديانية والـ ATP فإذا لدينا كاربون وعند نيتروجين هم من أهم الـ 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 للخلية البكتيرية أو للـ السلفر نتذكر المحاضر الماضي حكنا على الـ وذكرنا أن الـ ممكن تكون هذا سلفر فالسلفر مهم كتير بيساهم في إنتاج بعض الحمود الأمينية زي إنتاج البروتينات وإنتاج الـ فيتامينز ما ينسس في الـ لإلها فبالتالي كيف هي بتحصل على السلفر فرضو بتعمل زي الفكرة الـ للبروتينات وبتطلع للسلفر أو بتستغل بعض الغازات أو بعض المواد الغنية بالسلفر زي الـ كلهم كما صادر للسلفر كمان غير الكاربون والنيتروجن والسلفر في عين الفوسفرس كمان الفوسفرس حكينا عن المحاضرة الماضية بدخل بتركيبة الـ 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 تركيبة الـ الـ تركيبة الفوسفول بايل بردو برضو ممكن استخدم كتير من زي ما في السلفر في الـ نيتروجن استغل كمان الـ بي أو فور في كسورس للفوسفورس إذن هدولا بالنسبة للـ هدولا العناصر الأساسية اللي بتعتمد عليهم الخلايا البكتيرية العمليات إنتاج الـ توفير الإنيرجي اللازم إلى إلها بينما في عنا بعض خلان نحكي الإلمان اللي ممكن تكون الخلية البكتيرية بحاجة لإلها بكميات قليلة فغالبا بتكون استخدامها قليل في جوات الخلية غالبا بيتم استخدامها as a co-factor for enzymes بتحفز وبتعمل acceleration لل enzymatic activities enzymatic reactions اللي هي مثال عليها الـ iron الكبر zinc وإذا بدأ حكي على iron غالبا حصول المايكرو أورغنزم على iron بيكون كتير صعب نتيجة لأن iron بيكون موجود على شكل فرك اي بيكون insulubal غير يعني يعني خلنا نحكي ما بيكون بسهولة إحنا قادرين إن نعمل عملية insertion و uptake لهذا الـ iron من الفرك iron لجوات الخلية فاللي بيصير هي تشتغل على ميكانزم حتى تسهل دخول الـ iron من خلال secretion ل sidrophores هذا sidrophore يعتبر زي protein أو زي خلان نحكي complex forming structure مع الفرك iron على أساس لساهم في عملية uptake بكل سهول لجوات الخلية مجرد ما دخل هذا complex بكل سهولة بنعمل isolation extraction للiron من هذا complex فإذا iron وغيرها من trace elements نحن بحاجة صح لها بكميات قليلة ولكن البكتيريا بتفضل جهد وبتنتج facilitated structures عشان تساعد في عملية الـ uptake لهذه الانواع من trace elements واضح لهون في حدا ممكن يعيد uptake للiron كيف بيصير as a trace element غير غادة محمد وين محمد اليوم ما اسمعناش صوته آمن قادر تعدلنا يا محمد الـ uptake للiron لا مركزتش آخر شي بس في بيدي شان طب آمن يعني الفرك iron ما تقدر تاخد البكتيريا أو الخلي بشكل مباشر لأنه insulable فبكون difficult uptake فبتفرز المادة المساعدة عشان تقدر تاخد شو سميناء المادة اللي بتفرزها عشان تقدر تعمل uptake للiron سميناها sidrophoria آمن صح آمن طيب نيجي هون سريع نحكي عن بعض المعلومات اللي بتتعلق بالأكسجين كيف الـ لبعض المايكرو أورغانيزم للأكسجين كيف عنا بعض المايكرو أورغانيزم ممكن يدعيش without أكسجين في بعضها بيعيش بوجود الأكسجين وكيف اللي بتعيش بوجود الأكسجين ممكن تحافظ على حالها وتحمي حالها من شي من نصميه toxic forms of oxygen اللي هي عبارة عن product اللي جاي من وجود الأكسجين واستهلاك وجوات الخلية وتواجد وتوفر وجوات الخلية ونشوف كيف هذا بصير من خلال بعض الإنزايم اللي بتنتجهم هاي الخلية البكتيرية حتى تعمل عملية اليمينيش لهدول التوكسك product نيجي بدي اكم تركزوا معي شوي خلانا نفهم هم مضبوط عنا obligate شو معنا مرات معكم بكلبة obligate محتاج مره تاني إشي بلزم إشي إشي لازم يكون موجود مية في المية فهي إذا ما في أكسجين ما بتقدر تعيش تمام هاي فكرة فكل تاتف أنيروب فكل تاتف شو معناها اختياري اختياري ممتاز مية في المية عبدالوهاب فإذا فكل تاتف أنيروب يعني اختياري ممكن تعيش في وجود أو عدم وجود الأكسجين ولكن القرص اللي بيكون في بيتر أو في حال وجود الأكسجين تمام طب في حال ما كان موجود بتدبر حالها وتمشي أمورها طيب في عنا نوع زي ما في عنا obligate يروب في عنا obligate أنيروب مباشرة لما نسمع كلمة أنيروب لحالها يعني هو obligate ماله unable to use oxygen and most are harmed by it إذن هي نهائيا وجود الأكسجين هو بضرها ما بنفعها تمام يعني بعملها ضرر إذن هي ما بتقدر تقبل أو طيب غير هيك في عنا إشي منسمي aero tolerant anaerob يعني هي tolerate ولكن can't use الأكسجين إذن هي تتأقلم بوجود الأكسجين بتدبر حالها بيكون عندها أسلحة تحمي حالها من المواد السامة اللي بتنتجها الأكسجين ولكن لا تقوم باستخدام ما بتستغله في عمليات respiration ما بد هي micro aerofile هاي منسمها micro يعني كميات قليلة إذن هي aerobic ولكن تحتاج الأكسجين بكميات بlower concentrations فإذن إذا هي تعرضت للكمية الكبيرة من الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي في داخل الهواء هذا رح يأثر عليها سلبا مش رح تقدر تنمو طيب خلال نفهم هذا من خلال هذا تابل هذا تابل مش مطلوب منكم تبصمو بس بدي إياكم تتبعوا معي واحدة واحدة عشان نركز المعلومة ونفهمه بطريقة أفضل تمام ركزوا معي هون إذا أنا أبدأ أحكي على تمام إيش اللي قبل هيا اللي هيا طول طول خليك شوية غدا خلي نشرح التابل رح تفهم من هون لحالك تمام طيب إذا ما بتقدر تعيش إلا بوجود الأكسجين لاحظوا لو أنا رحت هنا يغاد ويقام نجب ميديا سلد وسط غذائي صلب هذا تمام مش يعني بقدر الأكسجين بحرية يفوت كان عندي هنا سلد ميديا حتى تجوات تيوب هاي المنطقة فيها أكسجين فهاي الطبقة هي فيها الـ High Concentration Levels كل ما بنزل أتحب بصير عنا نقص في كمية الأكسجين لوصل للبوتن ما فيه أكسجين فإذا هون أنا بدأ أفهم حقيقة هاي الخلايا البكتيرية من خلال هذا الـ تيوب لاحظوا إذا بحكي ع Obligate Europe شو صار نمت هاي المايكرو organisms هاي البكتيريا على الطب إيش الطب هون فيه في عندي High Concentrations من الأكسجين تمام إذا شو صار عنا هون هاد تحققت اللي هي الفكرة إن وجود الأكسجين هو بيعزز النمو تبع هاي المايكرو organism يعني بعطيني الماكرو لها المايكرو organism فإذا صار النمو فقط على الطب لاحظنا إنه كل ما ننزل تحت بيصير في عنا نقص في كمية الأكسجين نقص الأكسجين هذا مش لصالح هاي الخليل بكتيريا فإذا هي بتفضل فقط تعيش في levels عالية من الأكسجين طيب ليش هي عاشت أو أن شرح لها الرسمة هو صار في المناطق اللي فيها High Concentrations of Oxygen اللي هاف diffused into the medium اللي هي موجودة على السطح طيب كيف هي يدر تنمو بوجود الأكسجين يا عبدالوهاب وإحنا ما حكينا إنه الأكسجين استهلاكه رح يعمل لعنا بعض التوكسك من الأكسجين من الأكسجين بحكينا 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 بحكي في إنزاين مية في المية في عنا إنزيمات زي نسميناهم كتاليز هس رح نحكي عنهم سوبر هو عنده الحل لهذه توكسك كيف يخلصنا منها تمام إذن حلت المشكلة هو عنده هاي نيوترالايزين طيب فكالتات فأنا الفكالتات تعيش بوجود بغياب الأكسجين تمام والأفضل إلى هين في وجود الأكسجين بتركيز أعلى وهذا بيفسر هاي الأبيرانز في عندي هنا يعني مجموعة من الكولونيز من البكتيريا ولكن طلعوا التجمع الأكبر وين كان بالمنطقة اللي فيها تركيز أعلى وهو أريب على السطح من الأكسجين إذن مجموعة أكسجين مجموعة 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 ممكن يصير خلال كمان مناطق متفرقة في هذا تيوب على اختلاف تركيز الأكسجين حتى كمان في البتم حتى لو ما كان في أكسجين لاحظنا أنه في صار طيب هاد شو تفسير برضو إنه هاي الخلايا البكتيرية عاملة استعداداتها في حال كان موجود أكسجين واستهلكته في عند الإنزيمات اللي عند المقدرة تعمل فلاحظوا نفس الحك اللي حكيناه إذن هاد بالنسبة للأبليغيت والفاكلتات في أنيروب كتير شبيهات ببعض ولكن الفرق إنه هاي فقط في موجود الأكسجين هاي ممكن تشتغل في غيابه طيب الأبليغيت أنيروب هاي مش لازم يكون موجود أكسجين only anaerobic growth growth keeps in presence of oxygen في حال عدم وجود عفن في حال وجود الأكسجين بصير عنا stopping العملية الغراث ما بصير في عنا الغراث لاحظوا وين صار الغراث عنا عكس هاي الصورة هون في الطب عشان في عنا كمية عالية من الأكسجين هون نزلت للبطم لأنه ما في عنا أكسجين في هاي الصايت من التيوب في المنطقة اللي ما فيها أكسجين ليش هي ما بتقدر تنمو بوجود الأكسجين لأنه هنا ما عندها الإنظيمات اللازمة حتى تعملي neutralization لها بالضبط لعمليات اللي هي neutralization لهاي الكمباون أو هاي التوكسك فورمز اللي جاي من الأكسجين تمام فإذن هي can't tolerate أكسجين وجود الأكسجين ضم harmful لإلها وما بتقدر تعيش في وجوده ولا وجود التوكسك فورمز طبعاته طب نيجي للفكرة اللي مفهمتها أشغال الأيرو توليرانت أنيروب الأيرو توليرانت هي أنيروب تمام نتفق أنه هي ما بتستخدم الأكسجين فهي أنيروب ولكن وجود الأكسجين ما بيأثر على حياتها تمام بط growth يعني بوجود الأكسجين أو غيابه هي موجودة لاحظوا سواء على التوب ولا في البط ستلفي عندي ضايل هنا يا أمن في وجود growth له هاي يعني بتشبه الفاكولات بس أنه هاي إيروب كوديك 100% هناك لأنها هي تستهلك الأكسجين لاحظي يا أمن المص growth طبعها صار وين في الطب دليل على أنه يعني growth rate تبعها بيكون higher في حال أو بيكون أسرع رابد في حال وجود الأكسجين هون الأكسجين مش فارق معها موجود ولا مش موجود يعني على السطح ولا في البطن واحد يعني وجوده وغيابه بالنسبة إلها ما بيأثر وما بضر ولا بنفع طب لنا بتحكي لنا الدكتورة حسب إيش بيكون في إنزيم أو ما فيه حسب إذا هاي البكتيريا عندها الجينات اللازمة لإلها اللي بتمكنها إنها تعمل مش إحنا بنعرف إنه إنزيم هو بروتين بروتين من بتم تشفيره من الـ DNA DNA تحول لأمر أنه يعطيني مني هاي سلسلة عديد ببتيد يعطيني بروتين إذا كانت هي عندها الإنزيمات فهذا كله بيحدد مصير هنا تكون obligate إيروب طيب إذن هي صار لها كيف بيعملوا نسبة الأكسجين فيه بتختلف كل منزلة تلتاحد تمام هي مش نسبة خلاني حكي مش هم بيعملوها إحنا منطقيا يا محمد تمام لما أنا بدأ أجي سواء عبلات ولا عتيوب لما يكون في عنا هذا لما أجي أصب هاي الميديا تمام ولاحظوا هون عندي مثلا مسكر هذا التيوب فيه نسبة هوا أكيد يعني لما أنا سكرته كانت فيه داخل نسبة من الأكسجين جوات هذا التيوب على أساس أنه أنا بحكي على سلد ميديا إحنا بنحكي على خلاني نحكي على طبق من الجلي ولا من المادة الجامدة نسبة أو تركيز الأكسجين دايما بيكون في المنطقة القريبة عليه يعني لأنه هون عندنا الأكسجين كتير قريب على السطح فأنا بعبر عنه أنه في عندي تراكيز عالي من الأكسجين يعني بكل سهول يا محمد هون هاي البكتيريا بتحصل على الأكسجين خلال عمليات القروث تبعتها بينما أنا كل ما بنزل لتحت تراكيز الأكسجين لأنه عملية الديفيوجين بتصير أصعب كل ما نزلنا في قعر هذا التيوب فبعبر عنها كأنه كمية الأكسجين لما أنزل لآخر نقطة في هذا التيوب هي كأنها زيرة هي طريقة تمثيلية بس عشان تفهموا الفكرة ولا هو إذا أنا بدي أعمل وسط هوائي أو لا هوائي فيه عندنا كتير من الشغلات اللي ريح تشتغلوا عليها في المختبر وضحة الفكرة بس كأنها على أساس أنه عبارة عن سلد المسامات فيه أنا عبرت عن الطب أنه هو والبطم هو أو هو من الأكسجين واضح تمام بسلطة الفكرة يا محمد شكرا طب إذا صار في عنا هون القروث يأمن بشكل متساوي لاحظوا أنه سواء على البطم أو الطب لاحظ الفرق بينها وبين هناك أكتر في الطب لأنه هي دليل أنها بحاجة الأكسجين أو القروث بيكون أحسن في وجود الأكسجين بكميات كبيرة هون صار يعني بوجوده ولا بعدمه القروث واحد الأكسجين لا يوجد أي تأثير يعني هي مش شايفة نهائيا طيب في حال الأكسجين كان موجود أكيد في بعض التأثير أو بعض التوكسك ممكن تتشكل نتيجة لبعض التفاعلات اللي بتصير في داخل الغلاف الجو في داخل تركيبة وجود الأكسجين أو وجود بكتيريا ثانية فبالتالي هل هذا رح يؤثر على الخاح أنا ما بيأثر ليش طيب لأنه هي عندها بعض الإنزيمات مش كل الإنزيمات عندها من هذول الإنزيم اللي بتعمل فالسوبر اكسايد واحد من هذول الإنزيم موجود وبيمكنها أنه الهارف الوكسجين تكون بارش نيوتراليز فإذا هالإنزيم الواحد الموجود في حال كان في عنا شوية توكسك فورم من الأكسجين تشكلت بطريقة أو بأخرى نقدر نعملها عملية نيوتراليز فهي كيف متكيفة مع الظروف ملاحيها الأكسجين والتوكسك فورم طبعتها وشغالة على أنها تعمل عمليات الربليكيشن القراث طبعتها في توليريت الأكسجين تمام هذا اللي بيخليها تتميز عن الربليكيات اللي نهائيا هاي مش بحال ممنوع يكون موجود الأكسجين لأنه نهائيا ما عندها إنزيمات في حال كانت هاي توكسك فورم موجودة واضح لهون تمام مفهوم الفكرة والفروقات ما بين هاي الأنواع واضح تمام ضل عندنا مين المايكرو ايروفايل من اسمها مايكرو حكينا هي بحاجة للأكسجين بلو كونسنتريشن فهي ايروباك ولكن عندها شروط من الأكسجين طب ليش هذا الإيش بيصير الطلع في منتصف التيوب على أساس يا محمد إنه أنا كل منزلة تركيز الأكسجين بلش 100% هي بدها بالضبط تركيز يوصل لها الأد بدهاش أقل ولا بدها أكتر فكان التركيز اللي عندها في هاي المنطقة فإذن هي تركيز عندما تركيز أكسجين تحويل يعني هي مش بدها الأقل نسبة هي بدها نسبة قليلة تتحدد حسب شو نوع هاي المايكرو ايروفيلك بكتيريا ولش هي كانت تتأقلم مع لأنه ما بتقدر تتأقلم يعني في حال كانت هي موجودة في هاي الطبقة البكتيريا ما زرعناها في كل التيوب فرح ألاحظ أنه في هاي المنطقة ما رح تنمو لأنه ما عندنا المقدرة تنتج كميات كبيرة من الإنزيمات اللي حكينا عنهم بالتالي رح يكون في نسبة من التوكسك فورمز هي الغالبة ورح تأثر على هاي البكتيريا وما رح تسمح لها أنها تعمل كروث فهي رح تستقرط في هاي المنطقة لأن هاي المنطقة فيها كمية قليلة من أكسجين كمية قليلة من التوكسك فورمز اللي رح يتم إنتاجها فإزان هالكمية القليلة من الإنزيمات اللي بتنتجهم رح هي يعملون كمية خلان نحكي تناسب ما بين التوكسك فورمز وما بين الانزيم فبالتالي رح تتغلب ع هاي الكميات القليلة ورح تقدر إنها تكمل حياتها وتقدر تنمو تمام فهم المكفكرة من المايكرو أيروفيلك ها دكتور تمام طب شو همي هدول التوكسك فورمز اللي إلنا الساعة بنحكي عنهم بديش ياكم تدخلوا بتفاصيل كيف تتكون بدي أعرف إنه في عنا سينجلت أكسجين غالبا هاي هي نفس النورمال موليكولر أكسجين ولكن تذكرين لما كنتوا تأخذوا في الكيميا عن المدارات اللي هي مستويات الطاقة حوالين أي ضرة لما نحكي عن الأكسجين فرضا إذا كان في عنا كنا نحكي إذا فقدت إلكترونات أو بحاجة إنها تكتسب لإلكترونات مدارها الأخير مش في حالة استقرار وثبات فبالتالي هاد بعطيها إنها بتضلها في هاي انيرج بتضلها تكون حكينا ناتفري وبتكون ناتفري فنفس الفكرة أنا ما أحكي هون عن توكسك فورمز هاي عبارة عن أكسجين طبيعية ولكن بتكون high energetic state إلها وبالتالي بتكون reactive وبالتالي ممكن تشكل خطر عبروتينات وإنزيمات موجودة جوات الخلية سوبر اكسايد راديكال لحظوا الفرق بيناتهم هاي تنتج من خلال normal respiration استهلاك الأكسجين في عمليات respiration بعطيني هذا الفرم من السوبر اكسايد راديكال اللي هو نتيجة لاستخدام الأكسجين ك final electron acceptor فإذن في عمليات respiration الطبيعية ممكن هذا final product لإلها ينتج عنا السوبر اكسايد راديكال طيب في عنا كمان إش منسمي بيروكسايد بيروكسايد هو واحد من خلال نحكي الهايدروجن بيروكسايد اللي بتم إنتاجه إن ديس راديكشن كونتينز بيروكسايد أنا يون أندز عالصو تكسكي يعني هس راح نشوف إنه لما نشتغل على العمليات الإلمنيشن إلا ممكن ينتج بيروكسايد نتيجة لتفاعلات اللي بدخل فيها الهايدروجن بيروكسايد الهايدروكسل راديكال اللي هي الـ الـ أو إتش أو اللي هي الـ هي بتكون بيروكسايد بيروكسايد بلاز باي اينايز إن جرادياشن لاحظوا إنه هي كلها نتيجة لاستهلاك الأكسجين التفاعلات اللي بتدخل فيها الأكسجين مش مطلوب منكم كيف بتم إنتاجها ولكن الأهام أعرف إنه البكتيريا اللي بتستهلك الأكسجين سواء بحكي على ايروبيك بحكي على فاقلتاتف بحكي بتمتلكها عشان تتخلص من هاي السوبر إكسايد السينجل اكسجين سوبر إكسايد راديكل هايدروكسل راديكل إما عندها سوبر إكسايد ديسم يوتايز إنزايم شو بيعمل السوبر إكسايد ديسم يوتايز بروح على هاي السوبر إكسايد اللي حكينا عنها تاني واحدة من التوكسك فورمز بيعمل عملية فيوجين اللي إلها مع هاي ديسم بيعطيني الهايدروكسايد عشان هيك مش بس بيكون عندها سوبر إكسايد ديسم لازم بيكون عندها الكاتاليز شو بيعمل الكاتاليز بيفكك الـ H2O2 اللي هي الهايدروكسايد لووتر وإكسجين بإذا ما في عنا إنزام ثالث اللي هو البروكسيديز شو بيعمل البروكسيديز بيعمل بريكداون الهايدروكسايد بدون ما يطلع لأكسجين لأنه الأكسجين حكنا بحد ذاتها هي بتشكل ضرر وكل ما كانت موجودة رح يعمل عملية استهلاك لإلها وإنتاج توكسيك فالبروكسيديز بيشتغل على إنه يخلصنا نهائيا من البروكسيديز فهذا هو الفرق بين الكاتاليز والبروكسيديز البروكسيديز breaks down الهايدروكسيديز which differ from الكاتاليز بينه الرياكشن ما بنتج لأكسجين زي ما صار في الكاتاليز إذن عندي كاتاليز وعندي بيروكسيديز هل بالضرورة كلهم يكونوا موجودين حكي أن هذا يختلف باختلاف نوع هاي المايكرو أرغانيزمز وحاجة للأكسجين واستهلاك هالهدول الجزيئات من الأكسجين تمام مفهوم الأكسجين كيف استخدامه شو التوكسيك فورمز اللي بتم إنتاجها منه كيف هي بتتغلب على وجود هاي التوكسيك فورمز أموركم تمام فاهمين واضحة المعلومات اللي حكيناها آه دكتور تمام آخر يش من اللي نحكي اليوم وننهي فيه اللي هو أورغانيك جروف فاكتور بعض المايكرو أورغانيزمز عشان تقدر تنمو بحاجة لبعض الجروف فاكتور هي عوامل بتساعدها في نمو ممكن هي ما تكون عندها المقدرة على إنتاجهم أو في بعض الحالات ممكن هي تكون قادرة على إنتاج هاي الفايتامينز بعض الأماين أساس البيورينز بيراميدينز لإنتاج نيوكلياك أسد فبالتالي رح يكون في عندنا كمان حاجة من الـ اللي ممكن أنا أضيفه في الميديا تبعه النمو تبعه البكتيريا واسميها البكتيريا اللي بحاجة إنه إحنا نعطيها growth factor المسميها fastidious متشريطة متطلبة فبالتالي بيكون فيها خصائص مختلفة عن النواع الثانية من البكتيريا تمام واضح لهون الحكي اللي حكينا requirements اللي شرحناهم كل شي واضح بالنسبة لكم إن شاء الله بكرة منرجع من راجع ومركز عليهم ومنكمل هذا الشابتر اشتركوا في القناة